هذه الصورة اللي اخترناها تريند أوف دا داي وهي الصورة اللي نشرتها نادين نجيم على صفحتها بإنستجرام وعلقت عليها وتقدروا تتخيلوا كمية التفاعل اللي صارت على الصورة طبعاً اللي صارت فيرل في كل مكان والكل صارت تساءل إيش الموضوع ويحللوا والكل حاب يعرفش الجسد إيه الحكاية؟ إيه الحكاية؟ في ناس طبعاً اعتبروا أن ده تيزر لمسلسل سالون زهرة في الموسم الجديد أو يمكن يكون عمل تاني جديد أو حتى للبيزنس الخاص بيها اللي مرة تكلمت عنه وفي ناس اعتبروا أن دي مش طريقة نادين في الترويج لأعملها بس من الواضح طبعاً أنه تمهيد للإعلان عن ارتباط جديد في حياتها الشخصية خاصة أنها رجعت نشرتها على الستوري مع أنيميشن لكابل في أعلى الصورة الله يعني خلاص أنت عطتنا الخبر يا بسانت ما هو بيزنس أنا مولش حاجة ولا يعني عمل جديد على العموم نحن عرفنا طبعاً من مصادرنا الخاصة في تريندينج أنه على الأغلب هو إعلان ارتباط مش مسلسل ولما سألنا إذا نادين راح نشوفها عروس بـ 2022 تم إعلامنا أنه هذا الموضوع غير وارد خلال هذا العام يعني ممكن نتخيل تكون عروس بسنة الـ 23؟ شوف هو لو ده يحصل أكيد نحن نكون أول ناس معاها مبارك لها طبعاً مئة بالمئة كمان نحن حاولنا طبعاً أن نقول لها ألف مبروك بس نحن نريد أن نعرف إيه الموضوع بزفت بس على العموم واضح أن المرحلة الجاية مليانة مفاجآت حلوة في حياتها سواء الشخصية أو حتى العملية ورجع بقوة للساحة الدرامية من بعد غيابها الفترة اللي فاتت وهنشوفها في البداية في الجزء الثاني من سالون زهرة واللي حقق نجاح كبير جداً في الجزء الأول